السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا بكم اخوتنا وحبائبنا والتبعين محمود اسكندرين الدهنات تعالوا نشوف فيديو النهاردة ازاي بيدك تعمل تجزيعة تديك شكل خشبي شكل الاشر انتو شايفينها متلاوينة ديت حاجة شبه الاشرة خالص تعالوا نشوف خطوات سهلة وبسيطة ان شاء الله عشان تديك المنظر ده بشوك لكيه زياتي وعلى ارضية لكيه او ارضية دوكو تعمل تجزيعة سهلة وبسيطة وتديك منظر حلو جدا زي ما انتو شايفين كده فضل الله تعالى اه ان شاء الله لعجبكم الفيديو ما تنسوش تدعمونا بلايك للفيديو والما اشتركش يشترك في القناة وتعليق جميل منكم بذكر الله ينور القناة ومنورينا دايما بتعليقاتكم جميلة على القناة هنشوف ان شاء الله شوفوا ده كله كده تجزيع يدوي هنشوف الخطوات خطوات سهلة وبسيطة وبشوية خيمات بسيطة هنعمل ان شاء الله التجزيعة دي هنبدأ في الشهر عطول هنصلي على النبي صلى الله عليه وسلم حضرنا اللاكيز زياتي سريستيك اللامع احمر وسود اه وحطينا شوية جاز عليهم زي ما احنا متعودين او شوية سولار اه نص كيلو او نص كيلو بنزين على غطا جاز او سولار او نص بنزين على نص نفط اه فردنا بنفض بماشا قبن زي ما فين كده والسبونشة بتاع غسيل المواعين البلاستيكية بتاع غسيل المواعين بنمشط الشغل كله الاول بنمشط الحتة اللي هنجزعها عشان تدينا تنميلة عشان ان شاء الله هتشوفوا النرض التجزيعة انت شوفتوها دي تجزيعة سهلة وبسيطة جدا بس شكلها الحمد لله فضل الله طلعك كويسة اه فقلنا ايه نطلع نعمل فيديو لها ان شاء الله اه بنمشط الشغل كله زي ما انتم شايفين كده بعد كده هنرجع نبدأ نعمل السمرة هنا طبعا الارضية كافية واللون هنا بني حمر وانا محضر العلبتين جنبي هوت فيه علبة تبني اللي هو الوصف اللي اشغل بي اه وفيه علبة تبني يعني ايه مسود شوي هنشوف هنعملها ازاي اه يا جماعة بناخد سمرات كده ما بنملهاش كلها سمرة بنسيب يعني بناخد مسلا خمسل عشرين سنتي سمرة ونسيب برضو ايه حوالي خمسلوشر ايه سنتي كده ايه بينهم بنبدأ نعمل ايه نسحب بايدنا كده زي خطوط متصبعة كده انا بدوس على القطن يا جماعة شوية هبتدي معي التصبيع دي طبعا نحضت جاز فمش هتشد فانا سيبها براحتها شوية بعمل برضو فوق في القرصة برضو باخد سمرتين واسيب ايه حتة فضية في النص الحتة الفضية دي جماعة هي لتديك منظر حلو جدا في التشطيب بعد ما تلون ما تملهاش كلها سمرة هتلاقيها معاك حلوة ان شاء الله وهي بقى عشوائية وزي ما تيجي معاك مل شوية خليها بميول شوية الخطوط بمين سنة مرة شكل سبعة شكل ثمانية شكل سنبوكسة في بعضها التجزيعات بتعتمد ان هي تكونها شوية وانك تعمل التجزيع بايدك بشكل غير منتظم بتدي معاك منظر كويس اه يا جماعة بعد كده ايه ببدأ اصحابها عشان ايه باسحب الخطوط كده باتكك على خطوط شوية بتدي معايا تعريقة اكتر ويبدأ تخش في بعضها ايه زي ما انتم شايفين اه اه باسحب برضو اه طبعا الجاز معايا مسامح ان انا ايه اه اصحابها بالراحة كده ايه باسحب كده بالراحة بتدي بقى شكل عود شكل خطوط متراخلة في بعضها الاشترا رباني طبعا سبحان الله وكل حاجة ما بتبقاش يعني شكلها داخل في بعضها كده فاحنا بنحاول نقرب الدنيا وخصصا بعد تغبير اللون بتلاقي شكلها حلوة جدا وشكلها ممتاز والتجزيع ديت ان شاء الله تعجبكم واتمنى ان تنالي اعجبكم بازن الله تعالى اه يبقى هنا الارضية هنا كان لك ايه لو ارضية لوكو برضو كافي ما فيش مشكلة انا بحب اجزع على الكافي اه عشان اعرف اتحكم في اللون طيب انا بعمل ايه دلوقتي انا خلصت التجزيع باجي على حراف التجزيع عملت درجة البني المسود شوية باجي على الحرف كده اخد فيها ايه صبعتين كده بتصبيع كده ايه بتصبيع كده خطين ايه بالي هو البني اللي مية للسواد وحطة في النص كده صغيرة عشان يدي معي عرق لونه اسود عشان يبقى العروق نفسها معي كزا درجة في العروق اللي بتنمل بالسلكة واللي اغمأ شوية واللي اغمأ خالص اللي على حراف التجزيع كده ولو فيها جاد في النص بالمساحة زيما انتو شفته كده بسلك الموعين او الاسبونشة بتاع غسين الموعين دي افضل من سلك الموعين وسلك الموعين احيان بيسيب اثر فاتبا استجادة ما بتسيبش حاجة معنا خالص اهو برضو نفس القصة يا جماعة نفس الفكرة باجي على احراف بروح جايه واخد خطوط بميل بالبني الغامق اغمأ شوية حطط له شوية تسود زودته شوية عشان ايه يبان معي خط اسود على الحرف وخط اسود في النص اه فالتجزيع يكون فيها كزا درجة كده في اللون يبقى كزا درجة في البني عشان منظر هيتباح له معي وده كده منظر الكوميديون والتاني اهو ده كده من الجزة اهو فما باعتمدش هنا جماعة على منظر واحد باعتمد على مناظر مختلفة مناظر عشوائية اه كله بيخش ببعض وتيجي تغبر باللون هتلاقي الدنيا معاك ان شاء الله تمام وزي الفل اللون هيزبط معاك الكلام وتلاقي الدنيا حلوة خالص اهو يا جماعة يعني بخلي فيها ميول شوية خطوط بميل شوية سرعات زي جزع كده الشجرة يعني بتحاول ايه انت كل ما عايز تجاز ده احسن اتفرج على اشكال اشرا كتير وحاول واحدة واحدة ان انت ايه تدخل الاشكال في بعضها الموضوع سهل وبساط ان شاء الله يا جماعة هي بس الخامة هنا نص لك احمر على سود حططلو قدو نص بنزين وحططلو غطأ سولار لان ما فيش جاز وباشتغلش بنفط بصراحة انا باشتغل بالجاز اللي هو السولار وباشتغل بالبنزين بعمل التجزعات دي كلها الموجودة على القناة بالبنزين وبشوية لكيه ما فيش مشكلة خالص بتطلع حلوة جدا وبسيطة خالص بتمنى تاني مرة ان التجزعات يتعجبكم ان شاء الله فكرة سهلة وبسيطة متنسوناش بس من صالح الدعاء ادعمونا بلايك للفيديو الفيديوهات يعني احنا بنعاني من ضعف المشاهدات بس الحمد لله لو حد استفاد ديها حاجة بتفيدنا وحاجة بتفرحنا لما حد بيقول لانا استفدت من الفيديو انا انا متابعك على القناة طبع الحاجات دي كلها بتفيدنا وكلها من استفاد وكلها من بنكمل بعض وكلها من تعلم من بعض هنا الارضية كان جماعة لكيه زياتي مخلوط نص لامع هنا برضو هنشوف التجزيع برضو عن قرب شوية ارسته يا جماعة بنبدأ ايه زي ما انشفتو كده في اول الفيديو ما باخدهاش كاملة يا جماعة باخد يعني حوالي ايه خمس شر سنتي وصيب خمس شر سنتي ما باملهاش تجزية لو انتها تجزية بتلع شكلها مش حلو وادوكوا شايفين الجزيع اللي انا عاملها مش منتظمة حاجات ميلة شوية حاجات تحس ان هي سبعات شوية خط كده شوية بعد كده بقى ايه بكمل شغلي كله بخش على الدوكو الشفاف هنا انا محضر دوكو من العسلي والاصفر والاسود هم دول اللي الاصفر الحموسي والعسلي وسنتي سود زبط لون بني ايه حططلي شوية وانيش يشوفو اكتر بعد كده بدأ اتغبر اللون لون الدوكو جميل جدا في التغبير حلو خالص بدي درجة في درجة ايه ما بيرطاش معايا بديني احسن من استراغات كمان وبديني درجات حلوة الدرجة ديه بتكونام العسل الدوكو وعليها اصفر وسنتي سود بسيط نبدأ اغبر بقى شفتوا بقى جمال اللي حتت اللي احنا نسبناها فتحة المطمشطة بس هنا ما اديك منظر جميل ازاي في الشغل فطبعا لو مريدناها كلها تجزية هي بشكلها مش حلو كده اقربت من في بعض انواع القشرة قريبة من الشكل ده اللي هي حتة غمة وحتة فتحة واتمنى اتعجبكم والسلام عليكم